بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل حضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم ساعة صبحية حقيقة في البداية حب اكلمكم عن اعظم حكاية حكاية الشهيد اللي اقسم برب العباد ليطهر بلاده من الارهاب اقسم انه يحميها من كل خاين او كذاب وقف البطل المقاتل شايل في ايده السلاح جات له رصاصة الغدر من الخاين الكذاب انهت مشوار الكفاح لاجلي يعيش الوطن وما يكونش في ايد اعداءه مستباح ونال البطل الشهادة وردت الام وفي عيونها الدموع ابني على الوطن ما يغلاش والله ما تسواش حقيقة دي حكاية الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي والحقيقة يعني راح ضحية الحادث اللي احنا شفناه والحقيقة كان مدهمة ما بين ابطالنا البواسل رجال الشرطة وابطال الدخلية اثناء مدهمتهم للوقر الارهابي في الاميريا مش هيكون لاول ولااخر شهيد لان ببساطة احنا المصريين اتعودنا دايما ندافع باخر نقطة في دمنا عن ارضنا اللي هي عرضنا ربنا يحفظ مصر وشعبها وارضها ودايما يحفظ لنا ابطال بلدنا اللي دايما الناس اللي صاحية في كل وقت وكل شدة تعالوا نسمع القناة